اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة من الصفر في هذا الدرس سنتحدث بالتفصيل عن الأرقام باللغة الفرنسية سنتحدث عن طريقة الكتابة طريقة النطق الأرقام الأساسية والأرقام الترتيبية تنقسم الأرقام باللغة الفرنسية إلى قسمين الأرقام الأساسية وهي ونبدأ بالأرقام الأساسية نبدأ بطريقة النطق توجد بعض الحروف في بعض الأرقام تكون مكتوبة ولكن لا تنطق مثلا يوجد X ولكن لا ينطق يوجد الحرف S يوجد الحرف P يوجد الحرف H يوجد G و T لدينا الحرف T إذن قلنا أن في الرقم 20 لا ننطق G و T لكن هناك استثناء وهو ننطق الحرف T من 21 إلى 29 فنقول 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 وكذلك الحرف X في الأرقام 6 10 و 60 ينطق S مثلا 6 10 60 60 أما في الرقمين 18 و 19 فإن X ينطق Z نقول 18 19 في الأرقام 5 6 8 10 10 10 10 20 نقول 5 5 6 6 8 10 10 10 قلنا إن في الرقم 100 100 لا ننطق الحرف T وهناك الستناء إذا كان الرقم مئة متبوع بكلمة تبدأ بإنفويل أو حرف متحرك فنقول مثلا سانطان لكن هناك الستناء إذا كان الرقم مئة متبوع بإن وأنز مع ذلك أن آن وأنز يبدأني بحرف متحرك ينفويل فنقول سان سان وانز ونمر إلى طريقة كتابة الأرقام الأساسية تقول القاعدة أنه يجب استعمال علامة لربط الوحدات والعشرات في رقم معين مثلا نكتب الرقم 18 18 يعني عشرة وثمانية ونربطهما بهذه العلامة التي تسمى نقول كذلك 23 65 لكن هناك الستناء لكي نكتبع الأرقام واحد وعشرون واحد وثلاثون واحد واربعون واحد وخمسون واحد وستون واحد وسبعون فإننا نستعملوا بدلا من لتخي دينيو نستعملوا إي فنقول لكن في الرقمين واحد وتمانون واحد وتسعون فإننا نرجع إلى القاعدة الأصل أي استعمال لتخي دينيو فنقول كاتر فان كاتر فان كاتر فان كاتر فان لكتابة الأرقام باللغة الفرنسية من ستون إلى تسعة وسبعون فإننا نحتفظ بالرقم ستون ونضيف إليه الوحدات حتى نصل إلى الرقم تسعة وسبعون فكما نعلم ستون هي سواصنة ثم نضيف الوحدات سواصنة ين سواصنة دو حتى نصل إلى سواصنة ديس أي سبعون ونكمل ونقول سواصنة ينز سواصنة دوز حتى نصل إلى تسعة وسبعون سواصنة ديسنف من الرقم تمانون إلى تسعة وتسعون نحتفظه بالرقم تمانون كاتر فان ونضيف الوحدات فنقول كاتر فان كاتر فان كاتر فان دو حتى نصل إلى 90 أي 90 ونكمل 91 92 حتى نصل إلى 99 99 الرقم ألف ميل لا تتغير طريقة كتابته فيكتبوا بهذه الطريقة ميل مثلا 3000 fois أما بالنسبة لي مليان مليي ملياغ فهذه في اللغة الفرنسية أسماء وليست أرقام من بين الأرقام التي تشكل صعوبة في طريقة كتابتها هما الرقمين 20 و100 نبدأ بالرقم 20 نضيف الحرف S للرقم 20 إذا جاء في آخر رقم معين مثلا نقول 80 سنضيف هنا S لأن 20 جاءت في آخر رقم مثل آخر 90 هنا الرقم 20 20 جاء بعده رقم آخر وهو 10 20 إذا لا نضيف S لنضيف S لنضيف S لنضيف S للرقم 20 اما بالنسبة للرقم 100 فإننا نضيف الحرف S إذا جاء في آخر رقم معين مثلا 200 فإن هنا رقم 100 جاء في آخري رقم 200 إذن سنضيف الحرف S مثال آخر 205 هنا رقم 100 جاء بعده رقم آخر هنا مثلا 5 إذن لا نضيف الحرف S ونمر إلى الأرقام الترتيبية نبدأ بطريقة الكتابة تقول القاعدة أنه لكتابة رقم ترتيبي نأخذ رقم أساسي ونضيف له يام مثلا نأخذ الرقم 2 سنضيف يام فنقول دوزيام دوزيام مثال آخر نأخذ الرقم 21 سنضيف يام فنقول هناك الستناء واحد وهو الرقم واحد الرقم واحد نقول نقول ونمر إلى طريقة نطق الأرقام الترتيبية نأخذ مثلا الرقم 9 سنضيف له يام ونكتبو نوفيام نوفيام الرقم 19 نقول دزنوفيام دزنوفيام في الرقم اتنان دزيام والرقم عشرة العاشر دزيام فإننا X ينتقو ز نقول دزيام دزيام نمر إلى تمرين تطبيقي إلا ل هل سنقول 21 أو 21 livres إذن سنقول إلا ل 21 il a lu 21 livres ce livret contient pages إذن سنقول ce livret contient 77 pages 77 pages ce livret contient pages إذن سنقول ce livret contient 95 pages 95 pages je suis le de la classe mon frère mon frère est le et dans سنقول je suis le je suis le de la classe mon frère est le deuxième je suis le premier de la classe mon frère est le deuxième il pèse kilo il pèse il pèse 80 kilo 82 kg هنا لمنظيفة س لأننا أمامها رقم آخر وهو 2 ج $ إدنسان أكتوب ج 200$ 200$ سننضيفة س لي رقم 100 ميطال آخر ج $ تنكتوب ج 202$ ج 202$ لن نضيفة س لي رقم 100 لأننا بعده رقم آخر وهو 2 موسيقى 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 اشتركوا في القناة